في قصة في التاريخ الاسلامي مهمة جدا انه سيدنا ابراهيم لما سب زوجته وابنه في مكة وبعد كده ماتت السيدة هاجر ثم كبر اسماعيل واتجوز من العرب اللي على جبال مكة فراح يزور سيدنا ابراهيم ابنه فقابل مراته فما لقاش اسماعيل فقال لها الاخبار قالت له ولا لقين ناكل وحار جنيلة جدا قال لها طب لما ايجي اسماعيل قولي له وغير عتبة بيتك لانها نحس نحس فهو رجع سيدنا اسماعيل قالت له ده في راجل عجوز جاء زارنا وبيقول له غير عتبة بيتك قال لها مع السلامة انت بقى فيه ناس كده اعتاب مش الستات بس على فكهة الرجال يعني فيه راجل يبقى وشه نحس على واحدة كتبقى زي القمر وتبقى واردة مفتاحة هتاخد واحد يطفيها وفيه واحد ياخد بلد يطفيها عبد الفتاح من نوعية دي مش اجدب عليك والله التاريخ بيقول والتجارب عبر التمن تسع سنين لفاتة الرجل ده ما بيحطش ايده في حاجة جدا لما تفسد على المصريين بقى انهم يغيروا عتبة الباب دخال بيده خالص التاريخ بيقول حقيقة واحدة بس اي اعلام مش هينجح صحيح مش عشان محتاج فلوس لا هو الاعلام محتاج فلوس لكن الاهم انه محتاج حرية انما طول ما الزابط قاعد فوق دماغ الاعلاميين وبيقول له اقول ايه وما تقولش ايه طول ما الخبر الاول في اي نشرة هو اعلام عن الزعيم الزعيم راح الحمام الزعيم بيبوس مفيش اعلام طول ما القصة جاية من جهاز سامسونج وجهاز سامسونج شغال هتفضل كل التجارب الاعلامية لنظام السيسي تجارب اتحكم عليها يقينا بالفشل مهما تصرف عليها ومهما تضخ فيها من خبرات اعلامية عشان كده توقعت انا هنا فشل قناة القاهرة الاغبارية اللي اثبت اثبت الايام انها لا مهنية ولم تشافة اصلا وعشان بس محدش يقولي توقعت امتى الفيديو في القنوات الجديدة بتاعت احمر الطهري اللي دستان طلعينها اللي صرفتوا عليها ملايين طلعتوها محدش عايز يقولي منين ودخلوا كام مفيش طب هو البلد دي مفيش حد اللي بيتحاسب غير الغلبة بس فقط كتب تاريخ مصر كله كله من ايام الرومان حد الوقتي ان الغلبان اللي ملوش ظهر هو اللي يتحاسب تخيل بقى لما تبص على اخر فيديوهات القناة بتاعة القاهرة الاغبارية على اليوتيوب هتلاقي متعصد المشاهدات من ستة لعشر مشاهدين تصدر قادر القاهرة الاغبارية ستتاشر الف مشاهد مشترك ستتاشر الف ستتاشر الف مشترك بصوا على فيديوهاتهم بها تاتوا عشرين مشاهد ست مشاهدات عشر مشاهدات خلاص يعني انتهت تمن مشاهدات ست مشاهدات تسع مشاهدات سبعة عشرة اربعتاشر لكن الفشل ده معاه كمان فشل اداري فتخيل لما قناتي بقى لسه فتحة بقى لها شهرين بس وعرت العاملين فيها بالسمن والعسل والحد دلوقتي مش عارفين يصرفوا مرتباتهم بحسب قناة الاخبار اللبنانية اللي كشفت عن حاجة مهمة اوي ان القناة متعين لها هيئة استشارية تابعة لجهاز المخابرات حقيقة بتشرف على مخارج توقيتها الخبر او الاخبار موظفوا القاهرة الاخبارية ينتظرون الرواتب الثلاثاء واحد كنون اول الفين تلاتة اثنين وعشرين على الرغم من مرور خمس اسابيع فقط على انطلاق قناة القاهرة الاخبارية الاخبار المملوكة والممولة بالكامل من الدولة المصرية باعتبرها قناة اخبارية اقليمية لان المحطة الوليدة تعاني من عجز في سداد الرواتب او بمعنى ادق من عدم قدرتها على دفع رواتب العامين الجدد الذين لم يتقادوا اجرهم ورواتبهم منذ شهرين في انتظار ما تقول الادارة بانه سيصرف قريبا مع اشراف الاعلامي احمر الطهري رئيس قناة القطاع الاخبار في الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية المملوكة بالكامل للمخابرات على تفاصيل القناة والاستعانة باثناشر شخص من الصحفيين المحسومين على الدولة ليكونوا بمثابة هيئة استشارية القناة مش هنطول بقى في الموضوع لكن السؤال الاهم بقى هو الفلوس اللي بعتها بابا من البرازيل من الرياض الممول السعودي اتسرقت ما هي كاية انت ولا سعودي ولا تركي قال شيخ صرف فلوس مرتبات الشهر على حفلات الرياض اياها الله اعلم انا ما عرفش لكن كان فيه خبر في مدى مصر تمويل سعودي وراء الاعلان عن قناة اخبارية مصرية جديدة اتفضل على الامر الجميل تمويل سعودي يظهر طويل العمر طول عمره سحب الفلوس منهم كشف موقع مدى مصر ان شراكة سعودية هي سبب الانفراجة التمولية التي كانت وراء اعلان الشركة عن اطلاق قطاع الاخبار بيضم ثلاث قنوات اخبارية يجري الاعداد لها بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية هناك اجتماعات اخرى عقدت بين موسيين لجهاز المخابرات العامة المالكة للشركة المتحدة وممثلين بارزين للاعلام السعودي كانوا ضمن وافد المرافق لزيارة ولي العهد وجر الاتفاق على اعادة احياء المشروع المتعسر اقتصاديا لقناة اخبار اقليمية مصرية ترى الحكومة وبحسب المصدر وجودها ضروري لابراز الجهد المصري خلال تغطيات قمة المناخ والتي يراها النظام المصري فرصة للخروج من العثرة الاقتصادية الحالية الجميل بقى ان احد اسباب الفشل زي بتقول الاخبار اللبنانية انها تحولت الى قناة دعائية للسعودية مش احنا اللي بنقول اهي ده الاخبار اللبنانية منذ بدأت تحضيرات الفعلية لاطلاق قناة الجديدة التي قامت على انقاط قناة دي ام سي الاخبارية التي مولتها الامارات ولم تخرج للنور بعد انفاق سخي استمر عامين تقريبا استدعي مئات الشباب للعمل في القاهرة الاخبارية في مقابل رواتب كبيرة واجور اعلى من المعتاد يتهم الطاهري وفريق ادارته بالاخفاق في ادارة القناة والاستعانة بشخصيات ضعيفة للظهور على الشاشة من اجل التحليل في وقت غابت فيه القناة عن تغطية الاحداث المهمة ابرزها الاتفاق الموقع في السودان اخيرا الى جانب حساسية تغطية العديد من القضايا الاقليمية لاسباب سياسية والتعامل مع القناة باعتبارها محطة دعائية للسعودية والاردن وغيرها لا قناة اخبارية تحليلية وازدادت الانتقادات مع الاستعانة بعدد من العاملين في قناة اكسرا نيوز الذين يتقادون نصف الاجور اللي تتفق عليها العاملون في القناة الاخبارية بهدف انقاذ الموقف خصوصا مع تكرار الاقطاع على الشاشة وكحل مؤقت جرى الاتفاق الى اخره لكن رغم الفشل الصحفي رغم الفشل ده الاعلامي يعني الاستاذ فتح ابو حاطب الصحفي كشف عن مفاجأة ان البشوات بيجاهزوا لفتح مكتب جديد في واشنطن امه ليه ما قدرش يشيل الجدي وقع قال لك هستانا واخد على شيل الجمال فتح ابو حاطب اللي كاتب مشانا بيقول رغم الفشل المهني والتخلف عن دفع المرتبات لا مانع من السفر لمعاينة مكتب القهرة الاخبارية في واشنطن الف مبروك لا مانع طبعا قادي احمد الطهري اهو رح يعين مكتب هيتفتح للقناة القهرة الاخبارية في واشنطن امه ليه هو اللي بيقول هو اللي بيقول مشانا الاستاذ هشام آسم او هشام آسم هشام آسم اللي كان رئيس المصر اليوم بيقول ان مشروع القهرة الاخبارية بينضم لسلسلة المشاريع الفشلة للمخابرات للسيطرة على الاعلام وبيسأل يا ترى الفلوس منين وبيسأل مين يا حاسب نشوف الاستاذ هشام آسم كتب ايه بقى اطلع كتب فشل جديد لمشروع نظام السيسي الاعلامي وهو بلا منازع اكبر منذ استلاء المخابرات على الاعلام المصري من ثمان سنواتنا الفشل ولا يزال المشروع مستمر تأسست عدة شركات لتكون وعاء له اعلام المصريين فالكون او ايجل لا اتذكر والان الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية بدون نجاح واحد او حتى بريقة امل لنجاح مش واضح مين بيصرف على الخيبة دي فلوس دافع الدرايب ولا فلوس زيادة خارج الرقابة على المال العام وعلى طريقة اللي معاه ارش محيره يجيب انفار فشلين ويشغلهم في الاعلام ومتخيلين بيمنع او منع المنافسة وحاجة بالمواقع يمكن السيطرة على الرأي العام الذي بات يغلي من اخفاقات ممثلة سياسية واقصادية حيثما هناك سيطرة للاجهزة الامنية وبالتوازي ظهر عشرات من اليوتيوبرز يستخدمون لغة لم نراها في الاعلام الاساسي بعضهم يحصد مشاهدات تصل لمئات الالاف وهو رقم يتجاوز اكتر صحف نظام مبارك توزيعا وخطابهم قائم على الخوض في الاعراض ونشر الشائعات وما شبه وبدلا من وضع حد لهذه الحماقة ووقف البطش بالاعلام المهني لعل المشهد الاعلامي يستعيد بعض التوازن للدولة نجد من يعلن عن كينات اعلامية جديدة تنضم سريعا لقائمة الفشل الطويلة لهذا المشروع ويبقى السؤال يا حضرات بقى يبقى السؤال هل فشلوا بسبب نقص الامكانيات؟ لا كان معهم فلوس السعودية كلها ولا نقص كفاءات؟ برضو لا عندنا في مصر صحفين واعلامين جمدين جدا مصر مليانة بالكفاءات هل فشلوا بسبب التحكم متدخل السيسي ومخابراته؟ ولو رجعنا شوية في التاريخ هنفهم مين اللي حاشر دماغه في الموضوع شوفه 2017 السيسي يعلن اطلاق قناة تلفزيونية اغبارية كبرى قريبا اللي هي قناة دي ام سي رح طلع كده في مؤتمر وقال لك هنعمل قناة اغبارية على اعلى مستوى اللي هي دي ام سي وانضمت لاخواتها الفشلين طبعا ده غير البشوات الحقيقة اللي سايبين سد النهضة وقاعدين يعملوا تجارب على الازرع الاعلامية من 2013 وحتى الان والنتيجة زي ما انتو شايفين كده نشوف بقى النتيجة كده رحلة سيطرة الاجهزة الاعلامية الامنية على الاعلام في سنة 2013 كانت دي ميديا كان طارق اسماعيل اللي بعد كده اتمسك في 2016 اتصدر المهجن احمد ابوهشيمة طفل الانبيب الميجامد يعني اعلام المصريين واتباع بعد كده دخل خالد شريف فالكون بتاعت نقل الاموال وغيره هب رح تجاية ايجي الكابيتل داليا خرشد مرات طارق عامر وهب فشلت انضمت رح طالع تامر مورسي سينرجي وعمل الشركة المتحدة وقاد دوره وخلصوا منه جاء بعدها بعده حسن عبدالله برضو في المتحدة حسن عبدالله رح مسك البنك المركزي تخيل تخيل المهم مشي رح مسك جابه اشرف سلمان المتحدة في 22 دي رحلة الفشل تخيل المستثم اشتركوا في القناة